نمو معتبر لتحويلات المالية لأبناء الجالية الجزائرية نحو بلدهم الأم حسب تقرير للبنك الدولي يتعلق بالهجرة والتنمية مليار وثمانمائة وثمانية وستون مليون دولار حجم هذه التحويلات خلال السنة الماضية بزيادة قدرها مئة وثلاثة وستون مليار دولار عن سنة الفان واثنين وعشرين تولي الجزائر اهتماما كبير بالتحويلات الاجتماعية للمغتربين الجزائريين في الخارج لأنهم يساهمون بقدر كبير من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر في الداخل هو نوع من التكافل والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى أن التحويلات تعتبر أحد روافل الاقتصادية لأنها دعامة للتنمية الاقتصادية في الجزائر وتؤدي بزيادة وتحسين مستوى ميزان المدفوعات بالإضافة أنها أحد وسائل لتمويل ميزانية الدولة لأن هذه المساهمات تأتي بالعملة الصعبة وهي جد مهمة من هذا الجانب جزائري والمهجر حققوا أعلى مستوى للتحويلات المالية منذ سنة 2014 يأتي ذلك بعد التسهيلات التي وضعتها الدولة الجزائرية بفتح بنوك في الخارج والتشجيع على الاستثمار داخل الوطن في الوقت الذي يعرف فيه العالم نقص في التحويلات المغتربين بسبب بطء في النمو الاقتصاد العالمي تشهد الجزائر زيادة في حجم التحويلات وهذا جيد مهم بسبب فتح عدة بنوك في الخارج مما سهل عملية تحويل أموال المغتربين الجزائريين لا بد من العمل في هذا السياق المواصلة في فتح عدة بنوك في الخارج وكذلك تعزيز وتشجيع استثمار الجالية الجزائرية هنا في الداخل وكذلك السماح لهم بالاستفادة من جميع السيغ السكانية مساهمة الجالية الجزائرية جد مهم يؤدي إلى تحسيف مستوى ميزان المدفوعات وكذلك يسمح بتمويل ميزانية الدولة أرقام مهمة من شأنها فتح آفاق واعدة لكي تصبح الجالية عنصرا فاعلا في الاقتصاد الوطني خاصة إذا ما تم معالجة الفجوة بين سعر الصرف في السوق الموازية والرسمية